اللقطة اللي ما حد قدر يشوفها غيرك لما جدت رسالة إلى الملك فيصل صح إيش كان مكتوب بيها الرسالة؟ هاي في ليلة العرض مع الساحر وهو الساحر وأحنا كلتنا منسجمين ويا الساحر فأني من طرف عيني شفت فوكس بواجن أبيض سيارة اي سيارة صغيرة وبعدين سعد الشيس ما جايب ليس أتذكر الرسالة بظرف منه ومنه لي أجي ما أعرف منه أجي بس الموظف 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 المراسم أو الاستقبال لا اللي يشتغل بالبيت اي خلينا نقول هو استلم الرسالة منه اي هو استلم جابه للملك وكان بظرف وكاني قاعدة يا مهيتي بس هو شوية كرسية لي قدام ففتح الظرف كان بأهامها ما عرف إذا هسا يعني شون البوست كارد كان ينبقى البوست كارد بس بلا صور بس تكتب عليه تمام بس عليها بالذهب يفتشي يعني من فوق يعني أكيد كان صفاة بس أنا صغيرة ما دا أفكر فأتذكر أول هي كانت خط خط واحد وكلمة لي جوا هاي أتذكرها وأتذكر أول كلمتين بالانجليزي شنو كانت؟ أحذر الليلة الباقي ما قريت الليلة نقدر نستنتج أنه هاي الرسالة جاية من السفارة البريطانية مثلا أو من سفارة أخرى يعني أجنبية لأنني أتذكر أنت قايلة مرة أنه الرسالة بيها ترويسة رسمية كأنه مهيدة أقولها هذا الذهب يفوق بالضبط مبين ما يعني هسا من أفكر بكتاب رسمي كتاب من سفارة صادر من دائرة صادر يعني فد وأكيد مو عربي اللي جابها لأنه بالانجليزي مكتوبة تمام وبيها تحذير من هذه الليلة ايه ايش سوى الملكين هو قام ورما قرر الرسالة رأسا قام شوفها لأمير عبدالله أمير عبدالله قال فيصة خابر جسام خلي يجيب الهليكوبتر السبتية من هو جسام؟ جسام كان قيار خاص مع الملك جسام نسيت اسمتها أسد فقام الملك وصل باب البالكوني اللي يجي دخل أشو قال فيصة ما تجي تقول شكت سمعناها؟ أمير عبدالله الأمير عبدالله يقول للملك تعالوا قعد يعني 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 شسس وبعدين كلها تطلح لأنه وحن سويا ويضحكون الناس علينا قعد قعد الملك ما أخذ بالرسالة ولا لا قعد بس أكيد يعني انتابتها شكوك حيرة مخاوف بس يعني ما بينا عليه لأن قعد ويانا وضحك وهذا وكمل عادي عادي يعني ونزلنا بعدين هذا اللي وجوا ذول الإيرانيين يحطون ثقالات يشيلوها يذبوها فيه عرض آخر اي بعد الزحار فنزلنا جوا هو ذا يفحك يقول لي تعالي شوفي تقدرين تشيلين هاي طبعا شي هالكبرى فهذا شي ما ينشال فيعني ما تحسة انه صار عنده خوف قلق أبدا أبدا شكرا